لا تدخل أبدا في جدال مع شخص غبي لأنك مهما حاولت إقناعه سيجرك ويسحبك إلى ملعبه وسيتفوق عليك لأنك ببساطة على أرضه وبين جمهوره والغبي يمتلك ما يكفي من الخبرات لينتصر عليك لا تناقش أبدا الغبي لأنك ستخسر الجدال مهما حاولت ومهما بذلت من جهده ولن تصل معه إلى أي نتيجة ناقش من يمكنه أن يدعمك ويساعدك ولو بفكرة وتجنب مناقشة الأغبياء حتى لا يحطمونك وحتى لا يحبطونك الاختيار اختيارك